منذ عشرة عقود مضت، يتوارث الآباء والأبناء مهنة صناعة تنورطين، تجارة رائدة هنا في كركوك وما زالت رائجة، أتربة نفطية تتحول إلى تنانيرطين، استخدام هذه النوعية من الأتربة يقول عنها صناعها إنها تحتوي على مادة تقاوم درجات الحرارة المرتفعة، وتكون مطاطية متماسكة بشكل أكبر من أنواع التربة الأخرى. في منطقة قراج الشمال وسط المدينة، يواصل آراس عدنان رفقة صديقه، صناعتهم اليدوية لبيع أكبر عدد ممكن خلال الشهر، منها تباع محلياً وأخرى ترسل بطلبية خاصة إلى بعض المطاعم العراقية في أمريكا وألمانيا والنرويج، أما الأسعار فتتراوح بين 30 إلى 100 ألف دينار. في كاركوك، هذا هو المكان الوحيد لصناعة تنور الطين بأحجام وأشكال مختلفة حسب الطلب، وبحسب أعداد أرغيفة الخبز، هذه الأيدي تصنع نحو 20 نوراً في الأسبوع. في الأسبوع يعني نصنع كل وجبة يعني بأسبوع يطلع، وجبة 12 وحدة 14 وحدة حسب طاقة الصانع. تنانيرنا ندزل الخارج، شواء علينا الطلب العراقيين الموجودين في دول أوروبا يأخذون تنانيرنا، يعني تنانيرنا يأخذون هنا يخبزون به، وإحنا دازين ويجيون هما سفرات ومن يرجعون لأهلهم يأخذون وياهم، واصلها ستنانير ألمانيا، فنلندا، هذه تركيا هواء علي الطلب، أما تركيا ما يقبل، يعني من الحكومة منهم، لو من الحكومة العراقية، ما يخلون أي شيء يطب للتركيا، وإلا لو كان هذا المعبر موجود، يوصل إلى أمريكا. وعلى ما يبدو فأن صناعة التنور اليدوي بقي محافظا على ألقه من بين الصناعات اليدوية العراقية، طبقا لاستخدامه في الريف والمطاعم الشرقية. من كاركوك عبدالله العامري، قناة الفلوجة.